السلام عليكم ورحمة الله النهاردة هنتكلم عن أنواع من الأكلات اللي اشتهرت بيها بعض الدول العربية طبعا كل شعب له زوء بيتميز بيه بيشكل جزء من تراصه بس قبل ما نبدأ أنا عايزة في الفيديو ده بقى لايقات كتير وتشاركوه كتير كتير واللي مش مشترك في القناة يشترك يلا نبدأ بالأكلة الأولى الكبسة دي الأكلة الشعبية في السعودية هقول لكم كمان على طريقة الأكلات دي عشان اللي عايز يعملها نخط زبدة على النار وننزل عليها ببصلة مفرومة ونقلب لغاية ما تصفر وبعدين نضيف اللحمة ونقلب كل ده لغاية ما تحمر اللحمة وبعدين نضيف مية ونسيبه على النار لغاية ما يستوي بعد كده نضيف الرز ونسيبه على نار هادية لغاية ما يستوي بعدين نفرم بصلة ونحمرها في الزيت لغاية ما يبقى لونها دهبي ونضيف عليها صلصة الطماطر كده خلصنا نقدم بقى الرز في طبق وبعدين نضيف عليه خلطة الطماطم وكمان اللحمة وبنزين باللوز والزبيب الأكلة التانية نطبق السمك الأكلة دي موجودة في منطقة الخليج العربي كله مع اختلافات بسيطة في الطريقة بيتسلق السمك وبنحتفظ بالمية بتاعته وبعدين نحمر بصلة بدون سمنة انما هنرشل لها مية قليلة جدا كل ما نحس انها هتلزق كده وبعد ما تتحمر نضيف لها بهارات وليمون ومعلاقة سمنة ونقلب لمدة دقيقة وده اسمه الحشو في النق تاني بقى هنحمر الرز ونسويه في المية اللي سلقنا فيها السمك وبعدين السمك اللي تسلق ده هنرجع نقليه وكده خلصنا نقدم بقى الرز في طبق ونغطي وشه بالحشو ونحط السمك في نص الطبق الأكلة التالتة المنسف الأكلة دي موجودة في الأردن دي بتبقى بلحم الخروف نسلق اللحمة وبعدين نجيب لبن رايب مجفف منقع في مية من 4 ل 6 ساعات ونحطه على النار ونقلبه لغاية ما يبقى متجانس بعد كده بنصفي مرأ اللحمة على اللبن ده ونضف له هيل واصفر وكده خلصنا ويتاكل مع الرز المفلفل الأكلة الرابعة الكوسكوسي الأكلة دي موجودة في دول المغرب كلها وخاصة تونس هنجيب حمص نغسله وننقعه وبعدين نسلقه بعدين نفرم بصلة ونحمرها في الزيت وبعدين نحط عليها اللحمة ونقلبها شوية وبعدين نضيف عصير الطماطم وخضار بقى وبطاطس على قرع على كوسة على فلفل على جزر ونسيبه على النار لغاية ما يستوي الخضار واللحمة وبعدين نضف لهم كسبرة خضرة مفرومة في مصفة بقى نحط الكوسكوسي بعد ما نرش عليه مية ونفرقه وبعدين نسويه على البخار وبعد كده نطلعه ونفرقه بمية فيها الحوسمة وكده خلصنا نقدم بقى الكوسكوسي في طبق ونرش عليه مرق الخضار ونحط عليه الخضار واللحمة الأكلة الخامسة الباجة أو الباجة يعني ممكن يكون مش بنطق صح صح حقولي لو بنطق غلط دي الأكلة الشعبية في العراق دي بقى بنجيب راس ورجلين الخروف وبعدين نسلقهم لغاية ما تتكون شربة جيلاتينية وبعدين نقطع عيش ونحطه في طبق ونحط عليه شربة الباجة كده خلصنا نقدم بقى العيش وعليه الشربة وكمان عليه راس الخروف ورجليه ويتقدم معاه لبن رايب وفلفل وبصل أخضر الأكلة السادسة المقلوبة دي أكلة شعبية في فلسطين بنقشر البدنجان ونقطعه شرايح ونقليه في الزيت في إناء تاني بنسلق اللحمة لغاية ما تستوي وبعدين نغسل الرز ونحط قليل منه في إناء الطبق وبعدين نحط عليه اللحمة ونرتب عليه قطع البدنجان المقليه وبعدين نضيف الكمية البقية من الرز وبعدين نضيف له مرأة اللحمة ونحط كل ده على نار هادية لحد ما يستوي كده خلصنا نقدم بقى نقل بالإناء ده على طبق تقديم ويتزين بالحمص أو الصنوبر المحمر الأكلة السبعة الكبنية الأكلة دي في لبنان بنفرم اللحمة بدون ده وبعدين بنقل البرغل ونغسله ونضيف اللحمة مع البرغل ونضيف لهم بصلة مفرومة وبعدين نعجن كل ده بشوية مية بردة قليلة لغاية ما يبقى عاجينة لينة ومتمسكة وكده خلصنا نقدم بقى كل ده في طبق ونضيف على السطح قليل من زيت الزيتون ويتزين بأوراق النعناع الأكلات تامنا الكشري طبعا دي أكلتنا المشهورة في مصر الأول بنقطع البصل شرايح ونحمره في الزيت وده نركنه على جنب بعد كده هنسوي الرز في إناء مع الملح والكمون والشطة في إناء تاني هنسلق مكارونا في إناء تالت هنسلق عدس بني وبعدين نجاح الصلصة مكونة من الزيت الحار مضاف إلي طماطم متقطعة مع شطة كده خلصنا هنقدم بقى في طبق الرز والعدس والمكارونا ونرش على وشهم البصل المحمر ونضيف الصلصة بحسب الرغبة الأكلة التاسعة اللخم أو اللخم دي أكلة شعبية في اليمن من سمك القرش المملح والمجفف هنسلق السمك ونغير الميا بتاعته مرتين ويتسلق للمرة الأخيرة بعد ما نشيل القشر والجلد بعد كده نقطع بصلة ونحمرها في الزيت ونضف لها عصير الطماطم والصلصة ونسيبها لغاية ما تتسبك وبعدين نحط عليها السمك كده خلصنا نقدم بقى السمك والصلصة نتقطع عليهم بصل مخلوط مع حلبة وكسبرة وكمون ويتاكل مع الرز المسلوم الأكلة العشرة والأخيرة عندنا فسنجان دي أكلة شعبية في إيران هنجيب سمنة ونحطها في إناء على النار ونقلي فيها قطع الدجاج بعد ما ننظفها ونسيبها لغاية ما تحمل في إناء تياني هنحمر بصلة مفرومة ونضف لها جوز مفروم وسكر أصمر وعصير رمان وليمون نسيب كل ده على النار لغاية ما يغلي وبعدين نجيب قطع الدجاج ونحطها على الخليط ده وبعدين نزودها بالمرأ ونسيبه على النار لغاية ما الدجاج يستوي كده خلصنا نقدم بقى الطبق ده ونزين سطح الدجاج بالجوز وحب الرمان بكده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى ينال أعجابكم ما تنسونيش بلايكات كتير كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى